خلينا نكمل أخبارنا هنروح لكرة السلة رجال كرة السلة رجال حضركم عارفين أنها بتلعب دلوقتي بطولة القاهرة اللي بتتلعب على ملاعب النادي الأحي لعبنا ثلاث مبارات وفزنا عليهم فزنا مصر البترول بنتيجة 45-47 طلع الجيش 61-64 وفزنا على مصري التلصيرات مؤخرا واخر مباراة بنتيجة 59-69 كان يوم لتنين اللي فات عندنا مباراة فضلة مع نادي القاهرة دي هتبقى على صلة الشهداء هتتلاقي بكرة على صلة الشهداء إن شاء الله مع القاهرة طيب دي مجموعة إحنا فيها نتصدرها إن شاء الله أو خلاص تصدرناها في المركز الأول في مجموعة تانية بلعب فيها جزيرة مصر التأمين وبعض الفرقة الأخرى مش متذكرة حاليا الحقيقة هيبقى إيه النظام بعد كده أول هيلعب تاني ولا الوضع هيكون إيه منطقة القاهرة هتقول بس نادي الأهل الحمد لله دخل البطولة دي عشان يستعد بشكل كويس لبطولة بطولة عربية اللي هتتلعب فيه إسكندري هي قصة البطولة عربية بطولة عربية نادي الاتحاد إسكندري قدم طلب لصدافتها فيه هو طبع الحامل آخر نسختين أو آخر بطولتين هو اتعامل وهو النادي الاتحاد إسكندري هو حامل اللقب ودايما النادي الاتحاد إسكندري بيحب البطولة دي النادي الاتحاد إسكندري من زمان من الأيما كنت بلعب وقبل أنا كمان ملعب نادي الاتحاد بيحب بطولة العربية هم يعني نادي الجمهور الاتحاد ومسؤولين الاتحاد السكندالة واللعيب حتى بيحبوا لعب البطولة دي فطالبوا استطافتها في نادي الاتحادة المشاركة يشارك إن شاء الله نادي الاهل هيشارك فنادي الاهل بيستعد طبعا عن دي العيبة راجع من المنتخب مجهدين كان لازم ياخدوا الراحة خدنا فترة مستر أجوستي بوش شاف إن دي فرصة كويسة لحاجتين بطولة القاهرة أول حاجة إنه يشارك الناشئين ويستقر من اللي هيطلع إعراض وشفنا فيه اتنين طلعوا إعراض يوسف المعداوي ومعه عمر زهران طلعوا نادي طنطق عارة عشان يلعبوا كان المشاهدر ياخدوا القرار دي غير لما يشوف اللعيبة هو محتاج مين ومش محتاج مين فبدولة القاهرة كانت لازم يلعبها عشان يعرف هو محتاج مين ويختبر الناس برغم إن هم زهروا بمظهر جيد جدا والأولاد دول أنا عايز أقول لكم هم مستقبل نادي الأهلي سنة واتنين وهيرجعوا يشيلوا إن شاء الله ما فيش كلام وده سبب إن هم طلعوا عارة فطبعا بطولة القاهرة كانت اختبار جيد هل هيحصل مطشاط في الفترة الجاية أتصور هيكون في مطشاط يعني هل في محترف تاني في كلام عن محترف تاني ممكن يكون موجود لدعم النادي الأهلي أو دعم صفوفه قبل البطولة العربية كل الكلام ده هيتقال في حينه وفي معاده لما يعلن النادي الأهلي عن ذلك